بجد الترحيب بحضراتكو بديه في النهاردة في البيت الكبير لأستاذ محمد القوسي يا مستاذ محمد قبل ما نخش في اللونج بلان وان احنا عندنا قاعدة كبيرة جدا وان شاء الله يكون الوصول لكاس العالم مش حلم ولكن يكون هو الطبيعي المنتخب مصر ونبدأ نحلم ان احنا نعمل ايه في كاس العالم عايز ااخد حضرتك الجزئية كانت النهاردة مهمة جدا يمكن قفلت الجدل على موضوع شارط كابتن المنتخب النهاردة طبعا بعد تغيير عمر السلية راح سلم الشارة لمحمد صلاح خلاص حضرتك شايف ان الموضوع ده تقفل وهل كان من من الزكاء انه يتفتح في اول فترة تولى فيها الكابتن حسام البدري موضوع الشارة عايز اخد رأي حضرتك في موضوع شارة كابتنة بالنسبة لمنتخب مصر بستوى الكابتن شارة الكابتنة في مصر كلها بلا قدمية هو لا خلاف على كده لكن ماذا لو كانت الأقدمية اتت بشخص قديم لكن لا يملك شخصية القيادة ولا يملك شخصية الإدارة ولا يملك حب زملاء والأحب هل هذا يصبح كابتنة للفريق اعتقد انه ده امور صعبة انا اتجمت كتير جدا جدا في فترة كنت بقول يمكن كان احمد المحمدي كان كابتن الفرقة وكت بقول احمد محمدي لعيب كبير جدا من افضل لعيبة يمكن في تاريخ الاحتراف قد فترات طويلة في الجلترة لكن على مستوى القيادة على مستوى كابتن فرقة ممكن يكون في المرحلة دي ما كانش هو المناسب اللي مرحلة طبعا اجيري فكان فيه كمان هجوم علي ان لا ازاي تقول كده حضراج بتتكلم في نقطة مهمة انه هو عامل الشخصية وعمل الإفادة بالضبط يعني الأقدمية لازم ترتبط بكفاءة عالية جدا تمام الموضوع اللي فتح الموضوع ده عندنا نجم عالمي سوبر زي محمد صلاح هل محمد صلاح هو يبقى كابتن ولا نمشي برضو بالنظام الأقدمية يعني انا شايف اني اني طبعا اللي حصل النهاردة اني السولية كان الكابتن فراح هيدي الاشارة لانني انني الشارة اللي بتوجه لمحمد صلاح وهو ده الطبيعي هو تنازل اللاعب لزمينه عن هذه الشارة لانه شايف ان محمد صلاح على فكرة مش عيب او انه شوف انه ده اللي يستحق ان الشارة يكتب محمد صلاح واحد من أبرز نجوم كرة القدم في العالم واحد ويفعل منصه كان بميسي ورونالدو في أفضل ثلاث لعب في العالم من أفضل لعبين في أوروبا عدف الدورة انجليزية ثلاث سنين محمد صلاح ايقونة في كرة القدم العالمية يعني مش مجرد واحد من أفضل لعب تكون القدم في مصر لدي واحد من أفضل لعب تكون القدم في العالم فازاي جمعنا يبع عندي حد بهذا الحجم وهذه القيمة احنا بتكلم على الحق ولا بتكلم على أبا في الأهل ولا في الزمان من يستحق شهر القدم في مصر هو محمد صلاح بلا تفكير وانا مش احمل لكابت حسين بدري كان عنده حق في بعض الوقت لما فتح الموضوع ده وكان عنده اتجاه الديان صلاح لكن حصلت بعد المشكلة هذه المشكلة بحسألك فيها هل ده دور هل ده دور يقوم به المدير الفني يعني المدير الفني يقول لك خلاص انا حد يشارل محمد صلاح وانتهى الموضوع ولا ده دور اللاعبين اللاعيبة توعد مع بعض واللي هي اللي تقرر هل يعود مع بعض يقولوا خلاص احنا قررنا كابتين فيرع حضرتك عارف ان في حجازي وفي عمر السلية وفي النني وبعدين ييجي محمد صلاح هل اللاعيبة من نفسها هي اللي تقرر ويبقى الموضوع رايح لمحمد صلاح ولا ده قرار مدير فني هو اللي بيقول لأ شرط الكابتنة لمحمد صلاح حفظنا على وحدة الفريق وحفظنا على تماسكه وحفظنا على الروح الحلوة بين اللاعيبة وحفظنا على ان قلوبنا كلها تبقى صافية مع بعضينا ان الفرقة او اللاعيبة هم اللي يبدروا بإعطاء الشرق لمحمد صلاح يعني المجموعة اللي موجودة الاقدمية وخصوصا الاقدمات مش كتيرة اه بالزبط يعني انا ممكن تياه واحد اقدم مبارح اه بالزبط واحد نزل الشوت الاول واحد نزل الشوت التاري صحيح يعني مش فيه واحد مثلا بلا عشر سنين واحد دلوقتي نزبوط فيبقى فيها شوية غضاضة في النفط لكن احنا كلنا مع بعض في عربية واحدة بس واحد ايه نزل ابلها بالتلات ثواني صحيح فدي الفكرة اللي موجودة انا كنت انتظر ان لعبة منتخب مصر واتمنى ان ده يعملوه بروحهم الحلوة بروحهم الجميلة ان محمد صلاح ما ينفعش ان محمد صلاح بقى موجود في منتخب مصر ومش هو الكابتن انا دي وجهة نظري قد تكون غلط خطول صح لكن ده انا اللي عنده قناعة به على اللعيبة ان تبذر بدا وعلى اللعيبة ان تساعد المدير الفني ان يعمل ده وترفع امرها وترفع تقريرها للمدير الفني احنا عايزين محمد صلاح يبقى الكابتن حلو كمان جوه اللعيبة خلي بالك وارد جدا انا معاك لان احنا انا ليا تجربة كمان في ألمانيا في كازازلاوتن كان التجربة المدير الفني بيقول انتوا فرقة حددوا من الكابتن الفرقة اللي بيحصل ان احنا بنوعود كلنا وبنعمل فوتنج والفوتنج ده مش بالاصوات ان انا اقول مثلا انا عايز استاذ محمد والتاني يقول لا انا عايز كابتن محمد صلاح او او لا ده بيبقى كلنا موجودين وبنكتب ورقة كل واحد انا شايف ان محمد صلاح كابتن فرقة والكل ده بيتجمع وفي الاخر الاغلبية لان برضو خلال الاعدل الكلام الكلام ما بين يعني محمد صلاح او حجازي او او ممكن يكون فيها حسين فممكن الفوتنج ده يتعمل وخلاص يقرر من الموجود هل بالاقدمية هل هو حجازي اللي شايف بالاقدمية يقول احمد حجازي اللي شايف ان محمد صلاح هو يكون كابتن فرقة حيكتب محمد صلاح فالامور ده انا كنت يعني عشت الفترة ده وبالتالي بتخرج شوية المدير الفني من هزي يعني الحساسية وخاصة هنا في مصر وتكون مبني اللعيبة واللعيبة بين نفسهم بين بعض ما تعرفش ده قال محمد صلاح او ده قال حجازي فتبقى فيه عملية موجودة هل ده ممكن يتطبق خلال الفترة اللي جاية يتعامل او انت شايف انه لازم يتعامل ده لازم يتعامل ده لازم يتعامل يا كابتن لا بديل عن محمد صاحب يا كابتن مات يعني اذا كان شرف لأي لاعب انه يرتدي اتشيرت بلاده ممكن شوفنا كريستانورالدو بعد ماتشو مع اسربيا اللي انتهى اتنين اتنين وحتى كان نسجل هدف في الوقت الضيئة وكلها تقاطت مشكلة كلنا عارفنا طلع بعد الماتشو انا اعظم حاجة في حياتي واعظم فقر في حياتي وانا برتديل تشيرت البرتغال ده اعظم لحظات لا ريال مدريد ولا مان يونيتد ولا اليوفي ولا كل الفرق اللي لعب لها في حياته كذلك انا اعتقد ان ده موجود عند محمد صلاح وموجود عند تريزيجيه والنني والسولية وحجازي والناس كلها اتمنى ان ما فعله النني اليوم يفعله السولية ويفعله احمد حجازي لرفع الحرج عن الجهاز الفني وعن اللعيبة لان محمد صلاح الحقيقة يعني انا مش اقول لك ان شرف نينا لا يعني شيء تكبر كابتن منتخب مصر طبعا لما هو يبقى يعني ان لو ان شاء الله في كاسة العالم محمد صلاح وهو القائد طبعا ده شيء عظيم جدا من تبالي الكابتن مهم جدا ان محمد صلاح يبقى هو كابتن منتخب بلادي وافخر بداع والارجنتيني اديتها الميسي وهو ليس الاقدم والبرتغال اديتها الوراند وهو ليس الاقدم وكثير من دول العالم اعطتها اللعب اللي هو الاكتر مفيش مشكلة بس اكيد ده كان بموافقة وبرضى اللعب مردونا برضو نفس حكاية يعني اخد هذا الكلام فمفيش مشكلة خالص ان احنا محمد صلاح الحقيقة مع هذا مش هتكرر بالنسبالنا تاني يعني ان شاء الله يتكرر اتمنى ان يتكرر بس لسه محتاجين امتى نوصل للمرحلة دي يا جماعة احنا احنا في مئة سنة كورة مئة سنة كورة واخلال العام المقبل او العامة نحتافل بمئة سنة كورة لم يصل عندنا لعب اللي هو واحد محمد صلاح وصل العالمي في لعبة كتير احترفت وكان لها تجارب وكان لها تجارب ميزة ومثمرة لكن محمد صلاح محمد صلاح في حتة تانية خالص فضل تاني خالص في منطقة تانية خالص اتمنى انكم انتم يعني ما تحرموناش احنا من الاستمتاع بان يبقى كابتن منطقة بمصر ان شاء الله